ازايكم يا شباب معكم وزملتكم الهدى مصطفى من تيم اول كورس هناخد مع بعض النهاردة المحاضرة الثانية بارة قبل ما نبدأ بس نسمي الله ونقول الآية بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم الله ومشرح ليه صدر واسل ليه أمر وحال عجلتها من الثانية في قوة قولي اللهم لا صعبا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئتها سهلا يورب العالمين هناخد النهاردة هناخد البرازايت اللي بتعمل انفكشن لللونج وبتسبب لي مجموعة من الأعراض أول حاجة هناخد فيها هي اللوفرار سندروم دي مجموعة من الأعراض مع بعض لما بشوف الأعراض دي مثلا على العيان بقدر أشخص انه هو عنده اللوفرار سندروم بيقول أول حاجة ان طب إيه البرازايت أصلا اللي ممكن تسببلي اللوفرار سندروم هو عندي ثلاثة برازايت الاسكارز والهوكورد والسترنجلويد ممكن نتكيمهم في ايه ممكن نتكيمهم في سكار الكوي اللي هو عارفين سكار وسيمبا اللي اسمه سكار القوي خطف سيمبة سكار دا اللي هي السكاريز القوي دي تفكرني بالسترونجلويد وخطف اللي هي الهوكورم الهوكورم سري يا شباب المهم التلاتة برزايا دولت من أنواع هم نيماتود التلاتة دول نيماتود بيكونوا موجودين هم أصلا مكانهم الأساسي في الانتستن بس بمأنهم في الانتستن فهم بيمشوا في الدم وبيع vulgar بيأثروا علىusive وبيعملوا فيها شوية أعراض بنسميها اللوفلرسن دروم أول حاجة هناخد اللايف سايكل بتاعت الاسكاريز هي참يز موجودة عندي في الانتستن الاسكاريز موجودة عندي في الانتستن هنا بتاعت الإنسان وطبيعيا بما أنها موجودة في الانتستن فهي بتنزل في Gatheries بتنزل في Atlassian بتنزل في فيصل في مثال الإنسان فهذا لو عندي إنسان فلاح مثلا وفي الأرض به فهو عمل فيصل على الزهرة فبينزل إيه؟ بينزل الإج طيب قبل ما أقولي الإج دي بيبقى فيها إيه؟ أنا عندي أصلاً أي نماتودة بتمر بأربعة مراوحة الأول حاجة بنسميها لارفا 1 و لارفا 2 و لارفا 3 و لارفا 4 لارفا 1 و لارفا 2 لهم اسم و لارفا 3 و لارفا 4 لهم اسم لارفا 1 و لارفا 2 بنسميهم الربدي فورم لارفا 1 و لارفا 2 بيبقى لهم اسم و بنسميهم الربدي فورم طيب لارفا 3 و لارفا 4 بنسميهم اسم و بنسميهم فيلافي فورم طيب هنا احنا قلنا اللي هو هينزل الاج بتكون في الفيزيس وهتنزل على النبات الاج دي بيكون فيها لارفا 2 اللي هي اسمها رابدي فورم بس بحنا بدلا منقول لارفا 2 فهنستبدلا ان احنا هنقول لارفا 2 الاج دي لما تنزل هتفقس واتطلع اللي هي رابدي فورم برضو اللي هي لارفا 2 لارفا 2 دي بقى ممكن الانسان يروح يأكل النبات من غير ما يخسله وكده فهو يتعادي بالارفا 2 وتدخل اللي عنده وبعدين تمشي بقى في الدم وتروح لالانتستن وتروح للانج وتعمل اللوفرال سندروم ده كان الليف سايكل بتاعت الاسكارزيب انا عندي ايه؟ انا عندي اصلا شخص مصاب بالاسكارز موجودة عنده في الانتستن شخص ده عمل فيسز على النبات فنزل منها الاج الاج بتاعت الاسكارز نزلت الاج بتاعت الاسكارز فاست وطلعت لي اللي هي لارفا 2 اللي هي بنسميها رابدي فورم بعدين الانسان جيكا للنبات اللي هو عليه اللارفة فاتصاب بالمرض نجيب على تاني حاجة هناخد اللايف سايكل بتاعة ايه بتاعة الهوكورم قلنا الهوكورم دي اللي هي عاملة زي الخطاف كده فهي بتبقى برضو موجودة في الانتستان احنا قلنا ان كلهم بيبقى مكانهم اصلا في الاساسي في الانسان الانتستان يبقى عندي في الانتستان هيبقى عندي الميل دالف ميل ودالفي ميل فالاتنين لما يتجوزوا مع بعض هينتجوا البيض اللي هو الاج الاج ده بقى هيقوم جاي نازل فين هينزل برضو في الفيزة عند برضو انسان اللي هو فلاح في الارض وكده عمل برضو فيه على النبات اليك دي هتكون جواها إيه? قلنا هتبقى جواها اللارفا 2 اللي هي بنسميها رابدي فورم يبقى البيضة لما تفقص هتطلع برضو اللي هي رابدي فورم اللارفا رابدي فورم لارفا دي هتكبر هتتحول إلى فلافيفورم نلاحظ أن هنا اتعدى بالرابدي فورم إنما هنا لازم أن تتحول أول لفلافيفورم اللي هي لارفا 3 بعدين اللارفا 3 دي بمأنها خطاف فهي حاجة مثل خطاف كده اللي هي بتغذ كده فهي هتدخل الإنسان عنянطريق أن تخترق تعمل تحول للسكن بتاع الإنسان يبقى أنا عندي برضو موجودة في الان الاسكنونية , الاتنين بيتجاوزون بيترانزلوا الإج في الفيسس بعدين الإج بيبقى هو رابدي فو الرابدي فوتو اللي بتحول今年 ساي لف shot ه هي اللي بتروح وتعمل فهي بتخترق بالقطعة وبعدين بقى بتمشي في الدم وتروح بقى اي مكان شوية منهم يروح الانتستن وشوية تروح اللانج وتعمل برضو اللوفر سندرون يجي بقى على ايه اللايف سايكل بتاعت السترونجلويد زي اللفوق يا شباب برضو زي اخواتها يعني اللي هو بيبقى برضو موجودة في الانتستن بيبقى العادلت ميل والفيميل موجودين الاتنين لما بيتجوزوا ما بيحصل تزاوج بيدوني برضو الايج الايج دي بيكون برضو جواها الربديتي فورم لارفا الربديتي فورم لارفا بقى هنا المختلف انها ممكن تمشي في طريقين اما انها تكون مش احنا بنقول انها اسمها سترونجلويد يبقى في منها حتى بتبقى اللارفا دي ممكن شوية منهم يكونوا سترونج وممكن شوية قلو ضعافين الشوية للضعافين هتروح تعمل انفكشن لنفس الانسان اللي هي كتفيه تاني وده بنسميه اوتو انفكشن اما الشوية سترونج هيعوشوا في البيئة الخارجية عادي وهيبقى في برضو ميل وفي ميل هيتجوزوا برضو ويديني اج وتبدل برضو الجوية تكبر لحد ما تديني الفلافي فورم وبعدين الفلافي فورم بقى هية تصيب الانسان يبقى انها عندي زي اللايف سايكل عادي عندي الربديتي فورم هنبدأ من عندي الربديتي فورم هو هنا الاختراف اما انها تصيب نفس الانسان وبنسميها اوتو انفكشن وده احنا ما نجدعوه بي او انها تفضل في البيئة الخارجية وتتزاوك تاني وبعدين تطلع أيجه وبعدين تديني الفلافي فورم الرفا والفلافي فورم تروح تعدي الإنسان نيجي بقى الجدول ده الجدول ده اللي هو بيلخص كل اللي نحن قلناه فوق تعا بس هوني بس نغير اللون بس بيقول إيه؟ عندي الأسكارز وعندي الهوكورم وعندي اللي هو إيه؟ سكار سكار الطويل خطف سمب سكار هيا الانفكت في استيج هي الوحيدة اللي بتعدى الإنسان عن طريق هي الوحيدة اللي بتاعدي الانسان عن طريق ايه؟ عن طريق الإجل اللي بيكون فيها السكند ستاج لارفا أما الهوكورم والسترونجلويد عن طريق اللي هي الفلافيفورم لارفا اللي هي لارفا 3 دي لارفا 2 والبقين دول لارفا 3 طيب المودف انفكشن احنا قلنا الهوكورم بمقناه خطف فهي تعمل سكين بنتريشن برضو السرونجلويد قوية برضو فتعمل سكين بنتريشن انما دي عن طريق اللي هي السكاريز عن طريق الانسان ان انا اكل البيضة اللي هي بتبقى موجودة على النباتات اللي بيبقى فيها السكند ستاج لارفا طيب الديجنوستيك ستاج احنا قلنا ان دي هتبقى الاج الاج بتنزل في الفيسس ودي هتبقى الاج انما دي الربديفورم لارفا هي اللي بتنزل في الفيسس على طول زي ما قلنا فوق طيب الكلينيكال بيكتشر ايه هي الاعراض اللي بشوفها على العيان حاجات سهلة ممكن بتكون موجودة اصلا في اى فى انفكشن فى اللنج باشف الحاجات دى اللى هو باشوف اريتينج باشوف كاف بس نركز عن انها ويبقى معها ثبيوتام يعنى هي كاف وزوت ثبيوتام بيبقى عندي اى بيبقى عندي حرقان ورا الاستيرنم وعدم ارتياح كده بيبقى عندي ديزنيا اللى هي انهاجان اللى هو مش قادر ااخد نفسي فى بقعد انهاج كده وعندي شيستبين طبعا بيبقى عندي فيفر بيبقى عندي فيفر وممكن وزنج ده هو الصوت اللي بيطلع لما نيجي الكح ده اللي هو زي ما يكون زي الفراخ الوزارة لما تبقى تعمله بنبقى نسمع الصوت كده ده الصوت اللي بيطلع مع الكحة بيكون موجود برضو وبيقول ان الاعراض دي ممكن تتغير من 5% إلى 10% يعني كل من 5% إلى 10% الاعراض دي بيزيد عليهم مثلا الاعراض او بين اصعاد او الاعراض بتتغير يعني الدياجنوزز بشخص ازاي بيقول ان انا بشخص ازاي طبعا من الاعراض اللي هي فوق بس ده يعني مش بيكون صح قوي لان الاعراض دي اصلا بتبقى موجودة عند اي حد عنده انفكشا في لانج يعني مش اللي هي مميزة للوفرار سندروم يعني وطبعا طبعا 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 اي حاجة فيها اي حاجة في محاضرة النهاردة هنقولك الدياجنوزز بتاع اي برازاية النهاردة لا نزل من قولي الازينوفيلية طبعا اول حاجة وان انا شوف اللاريفا في اللاسبيوتم بس بيقول ان ده بيكون صعبي يعني مش بستهدمه دايما بس هو يعني اللي بيستخدم عادة اللي هو الازينوفيلية يبقى اي دياجنوززز زي اما بشوف من الاعراض اللي هي الكلاني كالبيكتشا او بشوف اللاريفا موجودة فيه اللاسبيوتم او بشوف الزينوفيليا هناخد بقى اللي هو تاني مرض معانا بنسميه الترويكالبلمولايزينوفيليا او حساسية حساسية بتحصل في الرقة اللي هي حساسية الرقة يعني بنسميها طيب الترويكال برمونار ايزينوفيلي ده بتحصل بسبب ايه? ده بتحصل بسبب توبرازايت بالميكروفلاريا بتاعتهم اللارضة بتاعتهم بنسميها معيكروفلاريا يعني التوبرازايت اللي هم الوشينيابانكروفتي والبرجيامالاي احنا كنا اخدناهم تقريبا في ميديول البلد كاروا بيعملوا حاجة كده تقريبا نسميها دا الاقل فيه لو كنتوا فاكيني يعني لو مش فاكرين مش مهم قوي المهم يعني ان هما بيعملوا الاثنين برازاية دولار لما بيروحوا للنج للنج اول ما بتشوفهم بتعمل ضدهم باللارضة بتاعتهم اللارضة بتاعتهم اللي هي بتكون المايكرو فلارياء طبعا بيقولك هو بيحصل في جنوب ساوس اسيا طريبا جنوب شرقة اسيا وفي افريكا مش مهم قوي يعني الحاجات دي مهم زي اي كلينكال بريزنتيشن بتحصل برضو اللنج اللي هو كاف وبيحصل ازمة كمان بيحصل بلمونري انفلتريت يعني ممكن تأثر على البلمونري بتعمل اللينفا ديوني بس بتروح تأثر على اللي هي اللينفنود وتخليها توجع الانسان وتكبر وكده وبتعمل اسبلين وميجالي برضو اللي هو الاسبلين بيكبر وبعدين سبحان الله يعني اسمها بلمونري ازينوفيليا فبيبقى فيه بريفريال ازينوفيليا يعني سبحان الله اهم حاجة بقى عايزاكو تعرفوه ان هي بتعمل high IGA level في الحساسية دي فانتو تعرفوه ان هي ممكن يجيب لنا سؤال اي نوع من الانتيبادي يعني اللي بيكون زيادة كمان بما انها الفلاري دي هي الميكروفلاري بتاعتها بيطلع ضدها انتيبادي بنسميها انتيفلاري لانتيبادي يبقى انواع الانتي باضي اللي بتكون موجودة بيبقى عندى high ige level وانتي فلاريا الانتي باضي تيتر طبعا احنا عارفين او يعني احنا كنا عارفين بس مش فاكرين يعني ان المايكروفلاريا دي مش بتزهر في الدم فبتعمل سندروم بنسميه اوكولت فلاريزيس اللي هو الخافي اللي هو مش ظاهر في الدم يعني السمبتوم ديس قبير يعني الاعراض بتختفي لما بعالج الشخص يعني اللي هو عنده شرينيا بانكروفتي او عنده بيرجيا ملايين نيجي بقى على المرض اللي بعضو بنسميه الشستوزومييسيز ده بيحصل بسبب ايه؟ ده بيحصل بسبب الشستوزومة الشستوزومة دي اللي بقى كلنا عارفناها اللي هي البلهارسيا اللي هي بتيجي من الميت اللي هي النهر أو كده اللي هو المكان اللي الناس بتنزل تاخد غدس فيه ده ده بيبقى موجود اللي هي الشستوزومة فلما بيصيب الإنسان بتدخش برضو تمشي في الدم وكده وتفرز توكسن وميتابولايت الميتابولايت دي برضو بتروح تعمل انفكشن ممكن تعمل انفكشن لوكان وممكن شستيميك بتروح تأثر برضو على اللنج أهم حاجة أصلا بتأثر عليها هي اللنج والكبد والكيلة والحاجات دي المهم يعني الشستوزومة دي برضو بتعمل نفس الأعراض اللي هي احنا عارفينها بس الأعراض مش بتظهر غير بعد كذا أسبوع من التعرض للبرازايت يعني لما يجي لك عين بتسؤول الأول هو نزل البحر من الفترة أو نزل ممكن يكون أصلا نزل من سنين ولسه ظاهر عليه المرض دلوقتي أو ظاهر عليه قبل كده وبعدين ردت له تاني المهم انها بتظهر بعد كم أسبوع فهنجي نقرأ وبيقول إيه الأكيوت شستوزومة المرض ده بنسأله اسم تاني ممكن تعمل حاجة بنسميها كتيامة فيفر يبقى نركزوا على الاسم التاني عشان تعرفين يعني الأقسام بتحب تلعب الأسماء وكده فهو ممكن نقول عليها شستومايوزيس أو بنسميها كتيامة فيفر برضو بيقول إنها بتحصل بصعب الشستوزومة يعني بتحصل بعد سيفرال ويك بعد ما الشستوزومة دي بتختاريك الجلد بها تدخل عن طريقنا بتختاريك الجلد الإنسان الأفكت البرازيت هلقول إنه هو اللارفة بتاعتها بنسميها شستوزوميول بدي بتمشي في الدم يعني وبتفرستوكسن وميتابولايت وممكن تعمل اللي هو لوكل أو جنرال ريكشن الكلينكال بيكتشر زي أي كلينكال بيكتشر عادي اللي هو نقول دراي كاف وخدوا بالكم إنه كلهم بيحصل فيهم دراي كاف يعني هو مش بروداكتف كاف وبيحصل دراي كاف وبيحصل ويزنج وشورت الناس في البريس وعنده شيل رعشة وفيفر وهديك صداع ومايليزيا يعني هندان وويتلوس يعني بيخسر في الوزن بتاعته بس أهم حاجة عايزيكم تعرفوها اللي هي الأرتكارية الأرتكارية دي مهمة قوي اللي هي مكان ما الشستوزومة بتختاريك الجلد الإنسان بنفضل اللي هو إيه نحق بعدها كده اللي هو نهرش يعني فالبتاع بتحمره وبتورم وكده فهي بتعمل أرتكارية وبرضو إزينوفيلية الدياجنوزز إنه باخد الهيستوري من المريض بشوفه تعرض قبل كده للووتر اللي هو نزل الغطس في مياه قبل كده أو لا طبعا الإزينوفيلية احنا قلنا أهم حاجة في التشخيص أصلا هو الإزينوفيلية ممكن نشوف الأوفا اللي هي البيضة بتاعتها في اليورين أو اللي ستول من 30 إلى 50 days after exposure يعني بعد لو نزل المياه لو نزل المياه قبل ما يجيني مثلا بتلاتين أو خمسين يوم وانا شكيت إنه هو عنده شستوزومة ممكن لو فحصت أشوف الأوفا بتاعتها في فترة من 30 إلى 50 يوم طيب نيجي بقى اللي هو آخر مرض عندنا بنسميه الاسبيس أوكوبينج ليجون يعني اللي هي البرازايت اللي بتعمل بس في حتة كبيرة بتأثر على حتة كبيرة من الرنج يعني مش مجرد بناها تعمل انفكشن وخلاص فيما كان لا بتأثر على مناطك كبيرة في اللنج عندي منهم حتين الهايس טدزيس وهي بنسميها الغاميبك لوانج أبس Medical اللي هو اللي بيحصل بسبب الأميبة يعني اول حاجة هناخد الهايديات السست بتاعت الإشينوكوكس جرانيولوزس اللي هي ده الهايديات السست دي شكل الهايديات السست الإشينوكوكس جرانيولوزس دي أصلا البرازايت بيكون عايش فيه الكلب البرازايت ده بيعمل اللي هو الهايديات السست دي الهايدية السست بيكون جواها الراس الاتفالي المهم يعني ان الهايدية السست داع ده بيبقى كيس الاتفالي الاتفالي الح isolation موجودة في المكان اللي هو فيه الشيب والكاتل اللي هو فيه حيوانات وأغنام وحاجات من دي يعني اللي هو بتبقى أصلا موجودة في الكناب وبتيجى عن طريق الحيوانات اللي هي بتاكل الحاجات اللي بتتزرع في الأرض وكده يبقى المورفولوجي بقى بتاعها بيقول المورفولوجي الهالية السيست ده بتكون سيست أصلا يعني كيس كده بيكون جواها فليود هي سيست كيس جواها فليود بيكون مدور كده ويوني لوكيولر يعني بيبقى فيه جواة تجوف واحد مش كزا تجوف هو تجوف واحد بس خش بقى على اللي فساكل بتاعتا احنا قلنا ان سلنا ما شوف اسم الدوت عشان بتزاه اسمها الاشينو كوكاس جرانيولوزيس هنقولها الجرانيولوزيس دي بتبقى موجودة طبعا في الانتستم بتاع الكلب الكلب ده بقى لما بيعمل الاغج بتاعت الجرانيولوزيس دي بتنزل ممكن يقولها يقولها اللي هو المشيه عشان كده حلونا بتيجي في الاماكن اللي بيبقى فيها ماشية كتير ممكن يقولها المشيه وبعدان هي بتأثر اكتر حاجة أصلا بتأثر عليها هي اللي هو الكبدة يعني بتاعت الكاتل دي فبتعمل جواها بقى السيست كتير اللي هو هيديت السيست فده اول طريقة اول طريقة ان الكلب ينزل الفيسس بتاعته يكون فيها الاج بتاعت البرازايت ويكلها الكاتل وبعدين بقى تبدأ تتكسر جواه وتكمل دورة حياتها وكده يعني او الحاجة التانية ان هو برضو تنزل في الفيسس بس الكلب ده يكون في مكان فيه نبات فيجي الانسان يأكل برضو النبات من غير ما يخسله فهو اياه تدخل جواه برضو وتروح تعمل في الكبد واللونج بتاعته او ممكن ياخدها بطريقة تانية عن طريق مثلا هو اصلا الانسان ده يكون مربي الكلب عنده في البيت بروح لعب بقى معاه وبيلمس بقى البوكس بتاعه او الاشياء بتاعته كده فبيروح متعادي بالاج دي بعضو يبقى انا عندي الانفكتف استيجي الانفكتف استيجي ايه الاج اللي كانت بتنزل في الفيسس طيب عن طريق الهيومان الهيومان ده بيكون الانترميديت هست اصلا از انفكتف فيا عن طريقه اللي هو بيبلع الاج بتاعته من خلال اللي هو الدوجي الدوجي اصلا هو الانسان دي بقى مين الانترميديت هست اللي هو الانسان مين الانسان اللي هي اصلا موجودة اساسي في مين موجودة في الدوج طيب الديجنوستيج بشوف ايه بشوف الهايديات السيستي دي اصلا بتكون سيستي بيلا كده وينفع ان انا شوفها يعني طيب الكلينيكال بكتشر بشوف بلمونري سيست هي بتعمل سيستة اصلا ساعات بتبقى ملهاش اعراض اصلا بس ممكن لحد ما تعمل مضعفات المضعفات اللي هو مثلا يقوح اللي هو اصلا يقوح دم او يبقى عنده ديزنيا وطرنزين سورسك بالاعدة عنده قلم في السورسك كانيو والبالبتيشن اللي هو رفرفة كده وعنده تاكيكارديا وعنده بريورايتز اللي هو ايه البرورايتز تقريبا حكة فاهم حاجة نعرف ان هي بيبقى ايه بيبقى عنده تاكيكارديا وبيبقى عنده بلبيتشن ببقى عنده بيريوريتز. الدياجنوزيس. بس اللي هو البيريوريتز دي بمعناها اللي هو انفلميشن في البلورة. معنا الشي دة كترة. بس البيريوريتز دي يعني انفلميشن في البلورة. لو بقى نجيبها على الدياجنوزيس. بشوف طبعا يعني بشوف الاعراض دي زهرت عليه او او لا. بشوفه عايش في ممطقة فيها كلاب او كده. بعمل له برضو اللي هو بشوف السيست موجودة في اللونج ولا لا. طبعا اهم حاجة عندنا الاسينفيلية طبعا نشاوصيكم. و grandi b � ثانية بقى برازية عندنا. اللي هي الامoebic lung give abscIs اللي بتحصل بسبب الاميبة. ام بيحصل بسبب البروتوزوة طبعا الاميبة ببروتوزوة مايش نيماتود ماهيش ساستود ماهيش اي حاجه هي بروتوزوة بتسميه ال انتاميبة هيستوليكة امة 微hood mut Address avete الخور اهم حاجه بتعمل العياني ah ultimates turn off nd Naomi节 retro super bad let me go to vent the alle med app. ابسس الابسس اللي نجيبها بيقول على بتاعتها هي بتقول برضو يعني موجودة في كل انحاء العالم. نحظة. بتاعته طبعا البروتوزوة دي او اللي هي الاميبة بتبقى موجودة برضو في الانتستن. بتبقى موجودة في صورة ايه? في صورة تروفوزويد. ابعدين في الانتستن بتتحول من تروفوزويد الى بتحول لفورنيوكروتسيست يعني اللي هي السيستي فيها أربع انوية كده. بتبقى عاملة كده. السيست فيها اربع انوية. بتتحول هنا ومن هنا نعلى. وبعدين بتنزل في الفيسس. يبقى ايه الانفكتيف في استينيج? الا انفكتيف استتيش تكون الاقياتيست فيها اربعة نيوكيليس كده. عان طريق المود وفاقشن عن طريق اللي هو البالع يا ما باخدها في الفود يعني اكيد عن طريقة البالع. الداييك trainee بشخص عن طريق التروفوزويد. نجي بقى على طبعا في giudo الهيباتو ميجالي اللي هو التدخم في الليفر وطبعاً بيبقى فيه كف وبيبقى عندي اهم حاجة اصلاً هنا احنا قلنا ان يدوده بتعمل ايه بتعمل ابسس في اللونج فالابسس ده بيبقى في بص بيبقى في بص اللي هو لونه بوني كده بوني محروق كده البنات هتعرف فيقول ان لما الانسان بيجي كح بيطلع مع الكحة دي اللي هو موجود الأبسس في الرقة بيقول إن الصديد ده قالوا إن هو شبح حاجة بنسميها يعني البص شبح اللي هو بتاع بيطلع كده من سمكة باسمها يعني انشوفي فهم قالوا إن البص ده بيبقى انشوفي سوس لايكت بس فلتوا تعرفوا الكلمة دي عشان كلمة مميزة وممكن تجيلكوا في الاتجينة برضو في الامسي كيو طيب الدياغنوسيس اننا ممكن نعمل تكشن لي التروفوزويد اسبرالجى الفلسان سيكتب كيزيس ميبي اوف هيلم ومهم الكلام ده المهم اننا ممكن اعمل تكشن للتروفوزويد او اعمل راديولوجيكال اجزاميش انا بشغبت على الكلام ليه او اعمل راديولوجيكال اجزاميليشن ان هو اشوف الابسس اصلا الموجود في اللانج هيظهر بالاشاعة وكده او استيرولوجيكال تيست وبس كده نكون خلصنا محاضرة في المعارضة يا محاضرة في عبرة زيتس كتيرة بس انتوا لازمة بس هي سهلة او يعني مش فيها حاجات يعني حاجات كلها اصلا من الكلينيكال بيكتش اردها اصلا مش مميزة يعني اي حاجة هتجيلكو هتقولوا كاف في فارشستبين واجع في اللي هي وراء الاستيرلوكوستل بس نان بوردكتف كاف احنا عارفين ان هي نان بوردكتف كاف ما يجي يقول لي دياجنوز اهم حاجة احطي فيها الازينوخيليا او احطي السيرولوجيكال تيست او اروح حتى بالراديولوجي واشخص بقى بس اهم حاجة بقى اللي هو تحفظه الانفكتف استيرجي والمودقف انفكشن والدياجنوستيك استيرجي والحاجات دي اتمنى يكون سهلت عليكم المحضرة ولو شوية يا شباب وما تنسوش تدعو لي ان ربنا يوفقني في العملي ويوفقنا جميعا يا رب وبس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته